اشتركوا في القناة 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 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفقل الحسن قال وما الفقل الحسن يا رسول الله قال الكلمة الحسنة كلمة طيبة الجميلة يعجبني لما أسمع كلمة حلوة أتفائل بيها طيب في حديث روا أبو داوب بسند صحيحا بريد أنه قال كان النبي لا يتطير من شيء لا يتشاء من شيء خارج مرة شفت حاجة فحصل لك مشكلة لما خارجت وشفت الحاجة دي مرة تانية ما تظنش أن لازم تحصل مشكلة لأ لأن كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر بيخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الذي يتطير فأنه يحرم من أن يكون يوم الإيامة مع السبعين ألف اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب والعذاب تسمع الحديث صلى على حبيبك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في يوم الأيام الصحابة قاعدين في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي والعرض ده كان في ليلة الإسراء كما في سنن التلميذ بسنة صحيح قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والرهط العدد من ثلاثة التسعة ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد إذ رفع عليه سواد عظيم عدد كبير من الناس فظننت أنهم أمتي فقالوا هؤلاء موسى وأمته ثم رفع لي سواد عظيم قيل لي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم فقالوا هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فالصحابة قالوا من هم يا رسول الله قدوا بالكباء قال أما إنهم أنا بختصلك الحديث أما إنهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون خد بالك لا يتطيرون لا يستركون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكرون فقام صحابي جليل اسمه عكاشة بن محصن قال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله قال أنت منهم قام صحابي آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله فقال سبقك بها عكاشا في رواية جميلة قوي عند أحمد بسند صحيح ورواية ثالثة برضو عند أحمد بسند صحيح إن السبعين ألف مش هيبقوا سبعين ألف بس إن النبي قال سألت رب الشفاعة فأعطاني سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفا في رواية ثالثة قال وعدني ربي الشفاعة فأعطاني سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر بيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فاستزدت ربي طلبت منه المزيد فزادني مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حفيات من حفيات ربي وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشتكون الشاهد في الموضوع لو تطيرت لو تشاءمت بتخرج من دائرة السبعين ألف اللي هم أصلا أكتر من كده كما ورد في الجوايتين الثانين هتدخل هتخرج من دائرة الناس اللي هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب ممكن تخش الجنة بس بعد الحساب إنما لو أنت لم تتطير وتوكلت على ربنا وأخلصت التوكل والتوحيد لله تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أخويا وحبيبين تعال نعيش مع الحديث اللي لسه ذكرينه من شوية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر يعني إيه لا عدوى يعني ما فيش عدوى بتحصل لأي مرض من الأمراض لا بتحصل لكن لا تحدث إلا بأمر الله قدك دليلك صغير صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم بيبقى طفل صغير مريض جاله مرض معدي ومعاه خمسة من إخواته فدخلوا عليه وقعدوا معاه في الغرفة واحد منهم اتعدى واربعة ما تعدوش طب للا اربعة ما تعدوش لو كان في عدوى بتحدث من تلقاء نفسها كان الخمسة تعدو لكن لما واحد بس اتعدى واربعة ما تعدوش كان ذلك دليل على إن العدوى لا تتم إلا بأمر الله ولكن من باب الأخذ بالأسباب لما يكون حد عنده مرض معدي نبعد عنه التنين عشان ما يتعدوش واضحة المسألة يبقى لا عدوى يعني لا عدوى بذاتها وإنما لا تكون إلا بقدر الله ولا طيرة كان الناس في العرب الزماني جماعا كان لما واحد فيهم يحب يسافر أو يتجوز أو يعمل صفقة تجارية كان يمسك الطير ويروح مطيره فلو طار يمين يقولك خلاص يبقى كده أسافر دي علامة خير ولو طار ناحية اليسار يقولك لأ يبقى كده إيه علامة شر فلا أسافر فكانوا يتشاؤمون وعلى فكرة موضوع الأشياء دي والطيرة والكلام ده كله منتشرف زمنا بس بأشكال تانية أشكال تانية زي إيه زي الكف قرية الكف تبص لأ واحد يقوله تعالى ما أرى لك الكف يبص له لأ ده الخط ده مش عارف إزاي اوعى تمشي ورا الجوازة ديت ده الخط ده حاود مش عارف رايح فين اوعى تمض الصفقة ديت زي قراءة الفنجان تشرب الفنجان وتروح قلب الفنجان وتيجي بقى الحجة بقى جزاء الله خيرا وتقول لها تعالى حبيب تقرأ لك الفنجان وتيجي بقى الحجة وتقرأ الفنجان وتقول لها جايلك فلوس من الحتة الفولانية وينهر أبيض ده ابنك هيحصل له مش عارف حدثة لو راح السفرية ديت وجوزك راح يتجوز عليك لو حصل مش عارف إيه وحصل وحصل وتقولها تحكي أشياء وتظن إن هي بكده بتقول لها حاجات صح مع إن هي كده بتقول حاجات من علم الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى زي إيه كمان زي ضرب الودع ودي مشهورة في أماكن رفية وزي فتح المصحف بعض الناس غويين لما يجي يعمل المشروع يفتح المصحف مثلا بيفتح محل فيوم جاي بالمصحف ويروح فتح على أي صفحة جاي بيقرأ إنه فتحنا لك فتحة مبينة بس حلو إن شاء الله المحل ده بشرة خير يجي مثلا عايز يسافر يروح فتح يشوف بقى إذا كان يسافر أو لم يسافرش يفتح المصحف يلاقي بيقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيمة صالوا يقول لك بلاش السفرية ديت يبقى أنت كده بتعمل إيه بتتشاؤم وبتظن إن في أشياء بتمضي في الكون بغير القدر الله سبحانه وتعالى والموضوع بقى لمنشور قوي قوي بين كتير من الناس موضوع الأبراج بقى حزق اليوم والبرج والكلام ده كله لا يجوز لأن ده ادعاء لعلم الغيب تبقى ستقى مثلا واحد راح يجوز واحدة فهو برجه مش عارب برج الدلو هي برجها ما عرفش برج الحوت وبعدين يروحوا لحد من بتاع الوضع وبتاع العرفين دولت يقول له الجوازة دي هتبقى كويسة وليه لا يقول له يا حبيبي مش هتنفع الجوازة دي ليه عم الحاج يقول له أنت برجك مائي وهي برجها طرابي ومية مع طرابها تبقى العيشة أديكو قلت ربنا يحفظنا يحفظكو فعشان كده النبي نهى عن كل دوت فأخوي وحبيبي تعالوا نكمل موضوع التطير والتشاوم ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ما تركش خير إلا ودلنا عليه وما تركش شر إلا وحذرنا منه شوف أديه النبي نهى عن كل الأشياء اللي بتوصلنا للشرك يعني بدل موضوع راية الفنجان والودع والفتح المصحف والأبراج والحادي كلها ربنا أبدأنا بحاجة أعظم من كل دوت صلاة الاستخارة ضعاء الاستخارة وصلاة الاستخارة يا جماعة إن الإنسان بدل ما يطير طير ولو طار الطير يمين يقوم دي الموضوع ولو طار يصار مش عالف يعمل إيه ولو شاف الفنجان ولو شاف البرج سيبك من كل دوت وقوم صلى ركعتين من دون الفريدة وقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كان الموضوع الفلاني وتسميه خير لي في ديني ودنيا وعقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كان هذا الموضوع وتسميه شراء العربية زواجة أي حاجة شر لي في ديني ودنيا وعقبة أمري فاصرفه عني واصرفنا عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبدأ دعاء الاستخارة بالثناء على الله والصلاة على رسول الله وتختمه بالصلاة على رسول الله ولن يضيع الله دعاء بين صلاطين على حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم تعالى نرجع للحديث اللي كنا بنشرحه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة كان العرف زفالي جماعة كانوا بيعتقدوا أن لو واحد قتل لو راجل قتل ومحدش من عيلته خد بطاره فبتطلع طيرة بيتطلع هامة كده من القبر بتاعه وتفضل تحوم حوالين القبر وتقول اسقوني اسقوني يعني اسقوني من دم هذا الإنسان اللي قتل لهذا رجل تمام؟ فإن أخدوا بطاره خلاص تهمت بقى اللي ايه؟ الهامة ديت ولو ما أخدوش بطاره تفضل تحوم حوالين قبره وكلام ده طبعا كله كلام مش مزبوط آخر حاجة ولا صفر كان العرب يتشأم جدا من شهر صفر خصوصا في موضوع الزواج لا يمكن أبدا يتجوز حد منهم في شهر صفر إلى أن جاء الإسلام فنهى عن هذه المسائل لأنها تقضح في توحيد العبد وتوكله على الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي التطير شقاء في الدنيا والآخرة والتوكل نعمة العظيمة في الدنيا والآخرة تعالى نشوف كلام الإمام بن القيم رحمه الله رحمة الله وسع بيقول كلام جميل أوي بغالي أوي بيقولك إيه؟ بيقولك التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف يعني أنا خارج من بيتي شفت قطة صودة شفت واحد معين عيزا بلاه بتشاء منه شفت بومة بأصدارة صوت معين أو غرب بصوته ما قصي يعني كان عالي جدا أو سمحت أي حاجة أو شفت أي حاجة أنا بتشاء منها فلو خفت ورجعت فهذا الأمر عيزا بالله يضر في توحيد الإنسان وفي توكله على الله سبحانه وتعالى وأما من لم يبال به ولم يعبأ به شيئا لم يضره ألبت ولا سيما إذا قال عند رؤية ما يتطير به يقول إيه بقى لو واحد ماشي خارج من بيته قدرا رايح شغله شاف قطة صودة الأعوذ بالله هو أنا مستباح شغل على قطة صودة لو عمل كده يبقى ألطان ده يقضح في توكله أمال يعمل إيه؟ في ساعتها يستعيز بالله ويكمل مشواره ويروح شغله ويقول الكلام اللي هقول لك دلوقتي يقول اللهم لا خير إلا خيرك يريد تكتب الكلام ده ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك إيه الدليل على الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الدليل حديثين؟ هقول لهم لك حالم بس تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث الأولين رواء أحمد بسند صحية أن عبد الله بن عمر بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيارة من حاجة فقد أشرك يعني هو خارج فشاف حاجة بيتشاء منها فرح تبرجع البيت فقد أشرك خد بالك لأنه أعتقد أن دي هتكون سبب في حدوث مصيبة أو بلاء معين لم يقدره الله فهو كده يكون أشرك إنما الأصل أنه لا يحدث شيء في الكون إلا بأمر وتقدير الملك سبحانه وتعالى يبقى من ردته الطيارة من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك لو شاف حاجة وتشاء منها يعمل إيه في الوقت ده قال يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك أما لقيت دليل على الحتة التانية الأخيرة اللي أنا قلتها الدليل على كده حديث تاني رواء أبو داود بسند صحيح عن عقب بن عامل قال ذكرت الطيارة عند رسول الله فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإن رأى أحدكم ما يكره ركزوا معايا يا جماعة خصوصا النساء بالذات عشان عندهم حتة العطفة والتفاؤل والتشاوم عالية جدا خدوا بالكوا بقى فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك نجمع بقى الموضعين مع بعض حضرتك خارج رايح الشغل حضرتك خارج رايح المدرسة فجأة لقيت حاجة أنت بتتشأم منها نعمل إيه على طول في ساعتها نتوكع على الله ونروح مشوارنا ونقول الجملتين اللي أنا عايزكم تحفظوهم نقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك بالله عليكم احفظوا الجملتين دولت ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم طب فيه شبها هنا كبيرة أو الحقيقة شبها بصراحة شبها يعني مضلعة واحد يقول لي يعني أنت عم الشيخ عايز تقول لي إن ما فيش تشاؤم ولا تطير إزاي ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وهقول لك الحديث والحديث صحيح قال إن فيه تشاؤم والله بجد طب قول للحديث هقول لك الحديث أوه عند الترمذي والنسائي بسنة صحيح إن النبي ما تصنع عليه صلى الله عليه وسلم قال الشؤم فيه ثلاثة في المرأة والمسكن والدابة والله موضوع محير بس الإمام الألباني رد عليه رد حلو قوي قال إن الحديث باللفز ده مختصر اختصار مخل يعني الحديث ما وردش باللفز ده كده إنه ما ورد بلفز تاني أصح من اللفز ده اللي هو إيه النبي ما قالش الشؤم فيه ثلاثة النبي قال إن كان الشؤم فيه شيء ففيه ثلاثة يعني بيقول لو كان عارف حضرتك لو كان ديت ديت نافية مش إثبات يعني إيه بقدر حكي مثال بقولك لو جيت عندي مبارح كنت أكلتك بط ووز فأنت ما جيتش صحك يا دقيب أنت ما كلتش لو قابلتني الأسبوع اللي فات كنت اديتك خمس تلاف جنيه لكن إنت ما جيتش يبقى أنا بانفي ولا بقى أصبت ده أنا بانفي ده النبي بقول لو كان فيه شؤم هو أصلا ما فيه شؤم لكن لو كان فيه شؤم هيبقى في ثلاث حاجات في المرأة والدابة والدار طب ليه في الثلاثة دولار قالك شؤم المرأة إن هي تكون أخلاقها صعبة وبتتعامل مع زوجها معاملة سيئة جدا جدا لدرجة إن تخليه يكره حياته فده شؤم المرأة وشؤم الدابة قال لا تمكنك من ركوبها عندك حسن تيجي تركبه يروح معورك تيجي تركب عربية تيجي على طول عطلانة فده شؤم إيه الدابة طب وشؤم الدار إن يكون الدار ديئة ويكون جيرانك جيران سوء فالنبي بقول لو كان فيه شؤم هيبقى في الثلاثة دولة إنما ما فيه شؤم أصلا ما فيهش تطير لأنه لا يكون أي أمر في الدنيا ولا يحدث أي شيء إلا بتقدير الملك جل جلاله إن كل شيء خلقناه بقدر خدت بقى لحضرتك طيب يعني نعرف بقى في عجلة سريعة كده في الكام دي اللي فضلين أسباب التطير والتشاؤم وعلاجهم أسبابهم إيه رقم واحد ضعف اليقين والتوكل إن أنا عندي ضعف اليقين والتوكل إن أنا معتقد إن رؤيتي لفلاني لفلاني حاسب من شرارة يقول لك فلان دي أعوزه بالله أول ما شوفه لازم تحصل لي حاجة مرة شفته بنت سقطة والمرة الثانية حماتي دخلت الجيش والمرة الثالثة ضربتنا عربية والمرة الرابعة مش عارف حصل ليه يقول لك ما شوفوش إلا يعني مهاش الله ومرة جزرنا النور قطع حاجات كده هي ممكن تكون حصلت بتقدير الله سبحانه وتعالى لكن يعني الرجل يعني هو اللي لبس الموضوع ده فلا تتشاء من شيء خلي عندك توكل وقيم في الله إن ما فيش حاجة في الدنيا دي كلها تحصل إلا بقدر الله تاني حاجة الجهل بالدين إن هو مش فاهم يعنيه توكل وفاكر إن ممكن أي حاجة في الدنيا تحصل بغير تقدير الله هو ده جهل وفاكر إن فيه حاجات ممكن تتحكم في أقدار الإنسان وفي حياة الإنسان وفي مستقبل الإنسان ده جهل بالدين رقم ثلاثة الإعلام الإعلام اللي عمل مسلسلات وأفلام مخصوصة عشان الموضوع ده يقول لك حاسب من شرارة ويوم جايب لك ممثل كل ما حد يشوفه الناس تحصل له مصيبة درجة إيه كل ما تلاقي واحد يقول لك حاسب من شرارة فالإعلام طبعا كان ليه أثر عظيم جدا رابع حاجة المورثات الباطلة الحقيقة إحنا اتربين على الحاجات برضو شوية فيها حاجات برضو غلط اتربين على إن الجمعة فيها ساعة نحس مش الناس قالوا كده قالوا يا أخي الجمعة يوم الجمعة ربنا يسطر فيه ساعة نحس مع إن النبي بيقول غير كده النبي بيقول إن الجمعة فيها ساعة إجابة من لا يوافقها مسلم يدعو الله بأي خير من أمر الدنيا والأخيرة إلا أعطاه الله إياه يبقى الجمعة يا جماعة الخير ما فيهاش ساعة نحس ده عيد المسلمين ده فيها ساعة إجابة ده يوم الجمعة دي هو هيبقى يوم المزيد إن شاء الله يوم القيامة في الجنة اللي هنشوف فيها وجه ربنا سبحانه وتعالى اتربينا على إن البومة لو سمعنا صوتها صوتها يجيب الفقر اتربينا على كده اتربينا على إن فلان يقطع وش ويقطع الخميرة من البيت اتربينا على إن الواحد لو عنيش شمال رفت يبقى فيه حاجة تحصل لوحشة وهكذا موروثات بطلة العلاق بالسرعة كده علشان ما فيش وقت التوكل على الله العلاق في حاجتين التوكل على الله حديث جميل قوي روى أبو داود والترمذي بإسنات صعيح عن عبد الله بن مسعود إن النبي قال جملة وابن مسعود رح مكمل بقى النبي قال ايه قال الطيارة شرك خبالك رح ابن مسعود هو اللي مكمل دا كلام ابن مسعود بقى قال ايه وما منا إلا لكن يذهبه الله بالتوكل يعني بيقول ما فيش حد فينا إلا أحيانا بيحصلوا تشاؤم من بعض الحاجات لكن الحمد لله على طول في ساعتها بالتوكل على الله بتذهب هذه الأشياء لأنه لا يكون في أمر في هذا الكون إلا بقدر الله رقم اتنين طلب العلم وخصوصا العقيدة الصحيحة السليمة لما نتعلم العقيدة تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء فلن تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف يا مسلمين احباية بقلبي مش عايزين نتشائم مش عايزين نتطير عشان ما نتحرمش من ان احنا يوم الايام ربنا يجمعنا اياكم يا رب مع السبعين الف انها يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب اسأل الله عز جل ان يجمعنا اياكم في الجنة يا رب العالمين وبكده نكون قضينا على الشيطان في الجولة دي وجبنا لمس اكتاف والحمد الله ما فيش حد فينا هتشائم ما حدش هتطير لو حد حصله اي مشكلة هيقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك احفظ الكلام ده وقولوا لو شفت حاجة بتتشائم منها ان شاء الله ما ببقاش فيه تشائم اللهم اذهب عننا التشائم يا رب العالمين اللهم اذهب من قلوبنا الطيرة اللهم ارزقنا نعمة التوكل والاقين والتسليم لك يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا اصطر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسران اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يذه الشريفة تشربة هنيئة مريئة لا نظمء بعدها ابدا اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى ريه وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته